على جرح بليغ يتفتق كل حين لغياب العون أو المعين تعيش البصرة شاهدة على معاناة وجراح العراقيين وما أكثرها تعيش محافظة الجنوب الثمين بعجز كلوي وما أعجز نفطها وخيرها عن أن ينقذ عجز أكثر من 20 ألف عراقي من معاناة العجز الكلوي ليبرق محافظ البصرة أسعد العيداني إلى رئيس الوزراء بإيجاد حلول عاجلة لما يعيشه مريض العجز الكلوي في البصرة مرة من ألم الغسيل الذي يضطره لثلاث ساعات في كل مرة غسل بواقع ثلاث غسلات في الأسبوع وبحسبة الأرقام القاسية فإن نحو 200 غسلة في السنة بسعر 50 دولار لكل غسلة هي ضريبة الصحة للمريض في البصرة والسعر قابل للزيادة بما يصل إلى نحو 50 مليون دينار عراقي يتكبدها المريض سنويا كأجور فحص ونقل ومراجعات وأدوية أو كما يؤكد العيداني في كتابه الرسمي بل كتأ الله يثبتون رواتب رعاية هذه المرضى هنا يعني ثلاثة رباحة كروة ما عندي يجي به بس أكو علاجات هنا ما موجودة يعني نجيبها من بردنا نطر نجيبها الصحة ما موفرة الماء حلول المقترحة يضعها العيداني بين يدي السوداني على الحكومة تتحرك لنذاءات قد تكون الأخيرة في حياة أي مريض عجزا كلوي إزالة العقبات فالعقبة الأولى تتمثل بوجود إجراءات مشددة بدون مبرر وتعرقل عملية التبرع بالكلة العقبة الثانية تتمثل بالعزوف عن التبرع بالكلة يقول العيداني يمكن علاجها باتباع تجارب بلدان ناجحة في ذات المجال وللتشجيع على التبرع يقترح محافظ البصرة منح المتبرع مكافأة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي منح المتبرع بعض التسهيلات كخصم 25% من تذاكر السفر في الخطوط الجوية العراقية والمطارات منحة تأمين صحي شامل مجاني مدى الحياة علاجه في ردهات الجناح الخاص مجانا وكل هذه المميزات تكون من خلال حمله لهوية خاصة وبعد هذا الكتاب فإن مرضى وذويهم في المشافي ينتظرون بريق أمل بأن تشفي غليلهم قرارات عاجلة تنقذ مصابهم الجلل في محافظة تأنوا لما يأنوا به عراقيون على أسرة المرضة اشتركوا في القناة